تحياتنا لكل سيد المستمعين والمسمعات منتصف النهار 17 دقيقة على مواجهة لذاعة الوطنية تنسية تحية متجدة لكل من يواصل الاستماع للذاعة الوطنية في مثل هذا التوقيت في شطر البرنامج الثاني فقرة الملف سعداء جدا كما سبق وذكرنا في تقديم هذا العدد وانو تشرفنا بالحضور عضو مجلس النواب فاطمة المسدي اللي كانت حاضرة معنا قبل بالتليفون كتتذكر اليوم اتنورنا في الستوديو مرحبا بيك اهلا وسهلا مرحبا بيك وشكرا على الاستثافة ومرحبا بكل مستمعين لدي على الوطنية يعطيك صحة احنا نمشيولي شارة تركن الملف ثم ننطلق في الحوار المشهد الآن الملف هو لحقيقة اطلالت كل الاعلامية اللي ينتبعوها بشكل دوري اكثر موضوع النجم يمكن نحكيه فيه هو الجمعيات وقانون الجمعيات وما تعلق بالجمعيات صديقنا سامي العرفاوي اعد ورقة بهذا الخصوص الانتظارات من قانون الجمعيات نستمع ثم نعلق مع تفاقم ازمة المهاجرين غير النظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في تونس تغى على سطح المشهد الاعلامي والاجتماعي الجدل عن دور بعض الجمعيات وانخراطها في تفاقم ظاهرة هذه الهجرة غير النظامية من عدمها كل ذلك في ظل تساؤل اكبر عن مشروع القانون الجديد المقترح في مجلس نواب الشعب حول اعادة تشكيل المشهد الجمعيات في تونس من حيث المراقبة والتمويل مشروع قانون يعوذ قانون 88 لسنة 11 و2000 الذي سمح بانشاء 25 الف منظمة وجمعية وينص القانون الجديد المقترح على ان تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الاجنبية وتراقب تمويلها وحسب اخر تحديث صادر عن موقع مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات يوجد الى حدود الثاني من ماي من هذه السنة اكثر من 25 الف جمعية مدرجة بالسجل الوطني وقد ارتفع عدد الجمعيات الناشطة في تونس بشكل لافت بعد الثورة وذلك بعد الغاء نظام الترخيص من وزارة الداخلية والاعتماد فقط على نظام الاعلام لدى رئاسة الحكومة وكان رئيس جمهورية قائس سعيد قد شدد اكثر من مرة على ضرورة تحمل لجنة التحليل المالية صلب البنك المركزي مسؤولية عدم الاضطلاع بدورها في مراقبة تمويل عديد الجمعيات الاجنبية واكد كذلك ان هذا ليس تضييقا على الجمعيات او المجتمع المدني لكن عديد الجمعيات كانت امتدادا للاحزاب والمخابرات الاجنبية مضيفا ان هؤلاء استباحوا الدولة ولا بد لوضع حد لهذا الوضع فالى اي حد سيكون مشروع القانون الجديد حول تمويل الجمعيات ومراقبتها حاميا لنشاط المجتمع المدني محترما للمبادئ وللحقوق وللضمانات المنصوص عليها في الدستور في ظل مخاوف عديدة واعتبار عديد الناشطين من المجتمع المدني ومن منظمات حقوقية ان هذا المشروع يعتبر تهديدا جديا لمبدأ حرية المجتمع المدني الملف هو سؤال منطقي ومشروع كان طرح سامي العرفية ولكن انا بش انظيف الى اي مدى سيكون المشروع المقترح تنقيق قانون الجمعيات في مستوى انتظارات التوانسة ولكن متى لانو هذا السؤال لانو هذا هل الحلم ظل يراوح نفسه في الزمان يعني وكأنه الامر مش مستعجل والحال وانه لما شخصه الواقع فم اقرار وانه الوبال لكل جينا من الجمعيات نحكيه على غسيل اموال نحكيه على ارهاب نحكيه على العديد من اوجه الفساد المتعلقة ببين ظفرين العمل الجمعياتي على ايش لليوم وما فصلناش في الموضوع مرحبا بيك مرة اخرى مدام فاطلة سؤال مهم الحقيقة معناها نحب ان نحب نذكر شوية بالتاريخ متع تقديم المقترح متع القانون تقدمنا به نحن عشرة نواب تقدمنا به منذ 7 اكتوبر 2023 في ذاك الوقت معناها نحن توقعنا انه مع طفان الاقصى في هيكة في الفترة اذيكا مثل 7 اكتوبر 8 اكتوبر ما نذكرش بالبيه مثالش خلي مع طفان الاقصى وقتها كانت فما نوعا ما معناها حركية كبيرة في المثلة متع قانون تجريم تطبيع وغيره وكل شيء ليخلى انه المقترح متع قانون الجمعيات اه بش يتم تناولو نقاشو بعد قانون تجريم التطبيع دونك اه لحقيقة اه كنا نتوقع معناها بش تكون اسرع من هكا لكن فما تباطئ لا نعرف متعمد لموش متعمد قعدنا بش نعملو اه استماعات كل مرة فما نوعا ما متاع محدم التفاعل معانا من الحكومة يعني كل مرة نطلب واستماع مثلا التي تحكي على التفاعل انا بش تفاعل معك بش نستسم حك ونقاطعك نتوقف الان مستمعين الكرام ليرفع لحضراتكم ادان وصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجورة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان 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 ا اي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف المعاد تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب منتصف نهار وخمسة وعشرين دقيقة تحية متجدة لكل السادة المستمعين والمستمعات ونجدد تحية الترحيب بضيفتنا الكريمة فاطمة لمسدي عضو مجلس النواب لتحضر معنا في فقرة الملف المشهد الآن الملف نعود نرجع لك مرة أخرى مرحب بك سيدة فاطمة كنا نحكيه على بطء الإجراءات فيما يتعلق بمشروع التنقيح القانون الجمعية قلت وأن المبادرة صارت منكم يوم 7 أكتابر في أكتوبر 2023 قدمنا المقترح القانون هذي وكما تعرفوا أنه صارت على الأولوية نظر في مقترح قانون تجريم تطبيع وتعرفوا شنو صار من بعد ومن بعدها حاولنا أنه نبدأ في الاستماعات في المقترح هذي اللي تباطأ ياسر بمعناها فمش تفاعل من الحكومة على الأول توابش هكا بديت تفاعل الحكومة وجيت مع أنت عملنا بعض الجلسات الاستماع عملنا جلسة الاستماع للبنك المركزي وجلسة الاستماع للوزارة المالية واليوم جلسة الاستماع للوزارة الشؤون الاجتماعية هذوما ثلاثة جلسات اللي صاروا رغم اللي قدش من شهر واحنا نستنعوا في 7 شهور 7 شهور بالضبط الحاجة الأكيدة أنه رئيس الجمهورية معناها يشوف أنه أولوية مطلقة ما نعرفش علش أنه هالمسؤولية هالتفاعل هذية بطيء شوية لكن أحنا مدام فما تواب دا شوية تفاعل لعله عسا نستنيه وما زال كانت تفاعل رئيسة الحكومة بشجينة اللي هي التومة رجعت على المراسلة ونحب وخطر رئيسة الحكومة هي المسؤولة على إدارة الجمعيات نحب ونسموها في المسألة هذية بش نقدم شوية في الموضوع يعني التعطيل خلينا تبدأ صورة واضحة يعني التعطيل منين من رئيسة الحكومة منين بالضبط احنا كنا نعتقد نجم أنا شخصيا كنت أعتقد وأنه فيه استعجال نظر في هذا الموضوع لأنه موضوع حسس جدا ورئيس الجمهورية يأكد وأنه ضروري جدا وأنه نمشي فيه اليوم من 7 أكتوبر 2023 لليوم مزلنا في السماعات التعطيل وين مدام فاضح هو إنه مش نكون صريحة كالعادة طبعا هو فما إشكالية في مقترحات القوانين متاع مجلس النواب كلها كل مقترحات المقوانين المقدمة من النواب فما إشكالية فيها الكل ما فما حتى مقترح قانون ما قاش فيه التعطيل من الحكومة يعني مبادرة النواب تخصد مبادرة النواب شوف بكل صراحة إنه الحكومة كنا إحنا كنا معناها ننتظروا إنه نظام السياسي تبدل طوى ولا نظام رئاسي دونك الحكومة هي المسؤولة الأولى طوى على السياسة العامة لإدارة شأن العام وكنا نتوقعوا إنه كي تلعى البرلمان مش نلقاو خطر قعدنا عام ونص بليش برلمان كنا نتوقع مش نلقاو ترسين كبيرة من مشاريع القوانين اللي تستنى تأصلاحات كي ما صلح ثورة تشريعية ثورة تشريعية إصلاح ديوانة إصلاح هذا إصلاح هذا لكن هذا ملقينيهش وقعدنا ننتظروا حتى صارت العطلة البرلمانية وإحنا معنا نأخذوا كي بعض المقتأم بعض المشاريع القوانين اللي هم قروضات كروض كهو فقط بعد العطلة البرلمانية قد قد النواب تقلقوا ياسر من عدم وجود إصلاحات تشريعية فقدموا مقترحات قوانين في كل المجالات مثال عنا مقترح قانون متاع المسئولية الطبية وحقوق المرضى صحيح اللجنة قامت بـ 17 استمع 17 جلسة استمع وحذر المقترحة القانون وتم التصويت على التقرير ومش يتعدى الجلسة العامة فما راعنا إلا أنه في آخر مجلس وزاري قام وزير الصحة قال لا أنا عندي مشروع قانون متاع المسئولية الطبية وحقوق المرضى يأتي شيء أنت يعني نتشف ونعوده مجديد بذبت معناه يقوش عليك لا خدمت ولا عملت يخيط ولي إهدار من العامة أنا ذاكين برلمان تعمل 17 جلسة وبعد لك تعمل كيف نهكها تحتقر عمل التشريعي هو فعليا ينجم يوقف معنها العمل هذا الكل لا هو شيء يقولك يقولك أنه القانون المشي يجي من الحكومة هو عنده أولوية النظر يشنو مش نعود ونرجع للإستماعات مرة أخرى ما تجيش أنت كي أنت يجيت للبرلمان قدم المقترحات مضيعك واحذروا وغيروا وكل شيء نمشي في قانون يهم الدولة التونسية ككل معنية فهمت هل النوع متاع التعطيل هذية هو اللي قلق تول عمل البرلماني وهذية ينتبق على براتيك مول كل شيء شوفوا في المحصلة مدام فاطمة في تفاعل معاك واحنا معاك في ما تقولين ما تعدى شيء يا نجم صلح الجزائي صلح الجزائي المسؤولية الطبية كل القوانين معطلة لا صلح الجزائي تعدى تعديل متاعه هو مشروع من عند الحكومة الصلح الجزائي من عند رئيس الجمهورية دونك المشروع من الحكومة دونك تعدى احنا ما نعطله حتى قانون باي لكن ثم مجلات قديمة باش تتعدل كما مجلة الصرف ويذول مجلة ديوانة وغيرها كل كل ما جوناش مجلة حتى شيء من عند الحكومة شو باش نعطيك مثال توقحنا في الفترة النهائية متاع فترة الحكم الرئيسي لرئيس قيس سعيد معناها قبل الانتخابات فما حاجات وعد بهم الرئيس كما المجلة التجارية الفصل الاربعمائة وحداش وبعض الاشياء الاخرين الى حد الان مجلنا حتى مشروع قانون من الحكومة لكن في لقاء في 24 افريل كا صدقني ربي مدام فاطمة رئيس الجمهورية ومع وزيرة العدل اطلعته على النسخة النهائية تهي سقول البلاغ متاع التعديلات متاع الفصل الاربعمائة وحداش من مجلة التجارية من الاطلاع على النسخة النهائية الى يومنا هذا علش مجاناش عشرين يوم تقريبا علش مجاناش انتي احنا كي قينا انه فما بعض التعديلات فما بعض النهائب قدموا مقترحات مقترح في المجال هذا متاع ربعمائة وحداش يقول لك انا يجي نحكيه في الموضوع يجي نجيبه المقترحات يجي نتحركه على قدم بعضنا على خطر غياب غياب التحرك هذية يقلق سيخطو انتي في اخر الفترة متاع رئيسية مستicingة cereya التي تعتبك يتحقق لم يفهم علش نعدest فيه قال قال الذي ص VA كان عاجل الدور البرلماني في الوضعية يوجد اليوم البرلمان متقلق يسر luc höher عندك يزوز ادوار البرلمان وفيما الدور الرقابي وفيما الدور التشريعي الدور التشريعي تم تعطيله والدور الرقابي تم وجد تعطيله انت كيفاش كيفاش الدعم. كيفاش تعطيل الدور الراقاتي. هاني مش نعطيك. احنا بعض النوابش يقوموا باسئلة كتابية ولا اسئلة شفاهية. فهمت? اه. لأعضاء الحكومة. لأعضاء الحكومة. وقت انت يعوض من أعضاء الحكومة ما يجيوبش. يتسمى تعطيل ولا ما يتسمى تعطيل. كنت يبدأ سؤال شفاهي ما يجيكش العضو الحكومة ما يحبش يجيوب. يتسمى تعطيل ما نعمل في كل وقت. احنا كنواب. احنا دورنا بكيفاش نراقب العمل الحكومي. الدستور منحنا آلية لائحة لوم. لائحة اللوم هذية. يلزم يلزم نصف مجلس النواب ونصف مجلس الوطني الجهات الاقاليم يمضيو عليها. باش تسحب الثقة من الحكومة. لكن نحنا في غياب قانون ينصص على العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الوطني والجهات الاقاليم. لائحة اللوم هذية ما عندها حتى سنة قانوني دونك انتي توا الحكومة ما عندها متنجمش تعمل له حتى شيء. يعني احنا نبدأ و ندعيه الرب باش سيد رئيس قيسي سعيد انتبه انو الوزير هذيك معناها قاعد مقصر ولا قاعد ما وش يخدم. انا عتيك مثال الوزير الشباب والرياضة. الناس الكل تهزت وتحطت على الرأي الوطنية. صح ولا? كيفاش الرأي الوطنية تم اخفاء العلم التونسي في رادس في المسبح رادس. المشكل مش في الناس مش في السيد اللي حطت شليقة على العلم التونسي على الخطر. بالنسبة له وهيك حد اجتهدوا انو اللجنة الولمبية ولا شنوها عملت عقاب التونس ويلا اخيري. المشكل انو وزير الشباب والرياضة مخرج لتيكست في وقتها. خرجها في اخر لحظة. يعني انتي في عوض احنا نمشيه للسبب التقاعس والسبب التراخي. نمشيه نحمله واحد مسؤول ما نعرش منينا في المسؤولية هذي. المسؤول الاول عن حدثة العلم حسب فاطمة لمسديشك. وزير الشباب والرياضة. وزير الشباب والرياضة انو تحرم من. انا بالنسبة وزير الشباب والرياضة انو تسحب ثيقة من حكومة كاملة. وزير الشباب والرياضة انو تسحب ثيقة من حكومة كاملة. اه. ما نقعدو نعملو نقعدو ننصر خو وانعيتو يا سيد الرئيس بالله نحينا هلو زير الزيرة ولا يضرب بالمسألة معناها الشعب متغشش. كيفش بش نعملو؟ والنخبين متاعكم كيفاش تبا. شو? انا اللي نحب نقولو انو. في النظام هذي السياسية اللي قاعدين احنا قاعدين نشوفو كيفاش نتحسي كيفاش نجم وقوموا بالعمله متاعنا ب اله اه اتم معنى الكلمة با طريقة انو ما يلزمش مؤسسة الدولة تبدأ واحد ضد واحد. واحد ضد واحد اذا في بالي انتهى بالنظام السابق اللي كل واحد عمل زي راسو احنا نحب ونخدمه بالتناسق يعني انا نطلب من الحكومة انه اه وقت يبدأ فما مقترح قانون من 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 مجلس النواب مسالش انه تتفاعل وتقدم وتعاون وتخرج مقترح قانون شبيه شنيه مشكل هيك دورنا التشريع ملا احنا عليش نصرف في في فلوس زرق على مجلس النواب اذا احنا متحطونيش نعملوا دور التشريعي متعنا اه حدثت العلم اترجعني شوي لانه لحقيقة اه تصريحاتك مثيرة للجدال في العديد من المناسبات كنت صرحت في في فترة اه سابقة في منبر علامي وانه هناك من يسعى لمغلط رئيس الجمهورية من المحيطين اه به كنت قدلت به بهذا اه تصريح حدثت العلم تدخل في هذه في هذه الخانة الاحديث اللي قلته على مسألة الاثارقة وجنوب الصحراء يعني انا ولكن المسألة لا تتجزأ فيما يتعلق بنظام رئيسي وبرئيس الجمهورية شوف انا الوحيد اللي نشوف فيه توا قايم بدوره اكثر من دوره هو رئيس الجمهورية وكل المساند المطلقة لأعمال رئيس الجمهورية راو رئيس الجمهورية قريب واللي هو يخدم هو بلدية هو الوزارة الشباب والرياضة هو كل شيء يعمل فيه واحده اين الوزراء اين الحكومة اين عليش وزير الشباب عليش انت يوصل رئيس الجمهورية هو اللي رجع الماء يرجع الظو هو اللي يمشي يشوف العلم هو اللي يمشي يشوف كذا وين الحكومة اذا كان فيما ضعف حكوم يلزم مراجعة ضعف الحكومة ايشنو المطلوب به انا بالنسبة ليلي شوف اذا توصيف منتاع فاطمة لمسدي هاي الفكرة وصلت لانه خافي يفوت الوقت وما نخلتوش على مختلف المواضيع فاطمة انتي تصريحاتك معلومة عند الناس الكل تقولوا انه الوحيد اللي قاعد يقوم ويخدم بكل شيء هو رئيس الجمهورية يعني اقرار بتقصير بقية رئيس الحكومة والوزراء شو شو انا بعض الوزراء قاعدين يقوموا بالعمل لامتيح انا وزيرة العدل نشوف فيها تخدم نشوف في بعض الوزراء يخدموا الحقيقة ما نشن منشن عمم على الوزراء الكل لكن فما بعض الوزراء يسمحني بعض الوزراء اللي هما ولايوا ابستاكل ابستاكل للتقدم للتطور هنا هاو كيفاش باش تعملوا معناها انتو ما تنجموا تعاونوا والرأي العام يجيوا اعملوا جرد من اقدم الوزراء في الحكومة شوفوا قديش من مقترح قانون اصلاحي ولا مشروع قانون اصلاحي قدموا هاني نعطيك مثلا نزير الصحة ثلاثة سنين من الفين واحد وعشرين ما قدم حتى اه مشروع قانون اصلاحي حتى القانون اللي يقدموا بتاع المسئولية الطبية في اخر جلسة وزارية باش يقص اقصاص على العمل البرلماني مش يزيد يعطل معناها ونزيد اكثر من هكا بالنسبة لي لي مش يزيد يعطل معناها هو بالنسبة لي لي ما انتبه انه يجبوا يعمل قانون اصلاحي في المسئولية الطبية وحقوق المرضى كانوا ببرمين كما خدمتوا هاتوني هنا وزاراء مثلا شنو ما الحاجة تتصور انتي القانون الاصلاحي الوحيد اللي عاملوا الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة هو متاع مكافحة المنشطة تشوف شنو صار فيه لتكس ما خرجهمش في وقته شوف كيف شراية الوطنية تم تنكيسها يعني انتي تحت عقب مشروع وحيد متاع اصلاحي من وزارة الشباب والرياضة وشا عملت فيه المكلف بشوى القانونية كان حاضر معنا بالهاتف يوم تخذ القرار يقولوا انه تأخير مش منا مدام فاطمة يقولوا انه قمنا بكل الاجراءات في وقتها ولكن التعطيل لا لا سامحني مش في وقتها هو مش في وقتها انتي كتجي اخر وقت في اخر ديلي في اخر نهار وتخرج انتي لتكس وبعد يظهر التكس دابليكاسيون هذو ما مخالفين للي نغم وقتش مش تتصلحهم انتي مبقاش وقت مبقاش وقت دونك الغلطة موجودة من مزار شباب والرياضة ما نبدأ وش ندوره علي مين علي سار احنا كنا عالبنة بها انه المسألة اولوية النظر من من بدينا نخدمو فيه في في فيفري وخدمنا وصوتنا عليه المشروع قانون كما عملنا لنعم كما اللي طلبوه منا دونك شقاعدت قاعدت للتيكس دابليكاسيون من فيفري حتى لفريل وانتوما تتفرجوا عليه كوزارة الشباب والرياضة ما تشوفوا تحطوا ريحة مره خرد ديلي هما صدروا روما دم فاتمة هذوما والاسبوع هذا تقريبا غدوة ولا بعد غدوة منتظر اللجنة الدولية يذولي باشترفع قرارها متاع المنع ومتاع منع تونس من احتضان الدورات عليه 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 توصل انت ترى والله يفهم انا انا بكيت مش كال رئيس الجمهورية انا بكيت شنو العلم معناها يتنكس انا نذكر انا نذكر فهم الطفلة صغيرة سمها خولة خولة رشيدي خولة رشيدي خولة رشيدي مش تضحي بروحها وبدنيا الكل باش ما يتنكسش العلم متاع تونس جي انت كوزير ودرشنية وتخلي روحك في الريزك ما تجيش العملية دونك انت المسؤولية متاع تتحملها كمسؤولية بيا احنا تو او كاسيدي عملنا وقلنا المسؤولية عند وزير شباب ورياضة شنو نجمو نعملو اكثر كبرلمان من نجمو نعملو حد شين اخر به نمشي لك تو للمسألة الجمعيات احنا تو حنا مشكلة حقيقية انو الجمعيات هي اه معناها اسباب من اسباب تفشي الفساد والارهاب في تونس يعني فما طبيضة مويل فما جمعيات كانت اتمول في في الاحزاب السياسية معينة تحت غطاء العمل الخيري كانوا فما برشة حاجات وصلنا نرى في جمعيات تعطي في شهايد شهايد التكوين في دفن الموتى شهايد التكوين في دراشنية في معناها نوعا ما متاع تفقير متاع تجهيل متاع عبث في الدولة به ايه عندك حاشتين ياما مش تتغاذى عليها المسألة هذية كي ما عاملو عشرة سنين او انتي بش صلحها احنا قلنا تو في مقترح متاعنا انو بش نصلحو العمل الجمعياتي احنا مانيش بش ننحدو من العمل الجمعياتي لكن مش نصلحو المقترح هذية في زوز حاجاتهم اولا انو فيما المراقبة المسبقة والليحقة على التمويل الاجنبي. اقسم. يعني انت باش تمويل الاجنبي كجمعية يزنك موثقة مسبقة من رئيس الحكومة. وبعد فما مراقبة来 اين صرفت هذه الاموال وكل شيء وهذا ينجم كان يعطي يفرح الناس لتبع القانون. والمحاسبة المحاسبة المحاسبة موجودة زادة في المقترح حذية وفما إليت كيفية التقاضي وكيفية حلين الجمعيات وكيفية معناها لكن الحكومة السابقة نخذيت برشا قرارات الجمعيات متجاوزة ولا مخالفة ولا حاجة تم بالحل والحل ولا بالإيقاف النشاط لفترات متعددة في عدة جمعيات اللي كانت متورطة مع أحزاب ومع غيره في تمويل الإرهاب ولا اللي متغطية بالغطاء الخيري وغيرهم شو شو ما فمش لا إيقافات برشا لحد شين فما ثلاثين جمعية فقدتوا ما اللي خذوا فيهم الإجراءات من خمسة وعشرين ألف ثلاثين جمعية يعني واحد في الألف يعني إنه فما غياب المراقبة في هالعشرية هذية السودية فما غياب المراقبة وهذا اللي تو في الاستماعات نسمعه فيه من البنك المركزي من لجنة تحاليل مالية من وزارة المالية من وزارة الشرون الاجتماعية فما غياب مراقبة وهذية اللي احنا قاعدين نصلحوا فيه باش تصير مراقبة باش يكون العمل الجمعيتي يرجع للعمل النبيل التطوعي يرجع إلى العمل إنه فما معناها معاهظة جهود الدولة وإلى آخره هذا هو المقترح وهذاك على الشيء يزن نسر وخطر فما زاد جمعية تسعى إلى توطين أفارقة جنوب الصحراء وانتم ما تشوفوا وانتم آخر حاجة هذي تونس أرض اللوجوه هذو ما برشا حاجات برشا جمعية هذه التوقع دين تفتح الملفات متاحة لأنها تتلقى في أموال كبيرة مشبوهة من الأجنبي لتوطين الأفارقة وأحنا نقوم بكل جهدنا إنه هالملف هذي يتسكر عبر ترحيلهم إلى بلدانهم اليوم أنا كي نشوفه رئيس الجمهورية أعلى سلطة عمل مجلس أمن قومي على خطر المسألة هذية نقول بعد المجلس الأمن القومي يجبنا نشوفه تو تفعيل القرارات من دعم مجلس الأمن القومي نشوفه ترحيل نشوفه محاسبة نشوفه كل شيء معناها باش نقضيه على هذي المخطات متاحهم لإسقاط الدولة نزيد أكثر من هكا يا بربي إحنا كيش بدنا على حكاية العالم رو فما بعض الأحزاب متزش علام تونس فما بعض الأحزاب تنزك العلم لك حل موجودة تنشط لحد اليوم اي تنشط حتى اليوم وتخليفها قبل كيما حزب التحرير كيما حزب التحرير هي في إيقاف عن النشاط لفترة وبعد عودة رجع شوف بالنسبة للي هاي سكوب لي لكم منتم إن شاء الله بعد فترة بعد أشهر ما نكملو حكاية الجمعيات وتنظيم بعض كذا قانون الأحزاب سنعملو عنا مقترح قانون تنظيم العمل الحزبي القانون الأحزاب دونك هذي توا بشي جي بعد فترة مشتو خطر توا ماننش ماننش عنا أولويات بم برشة حاجات برشة حاجات كيما مثلا القانون الجمعيات كيما عنا زادة حتى قانون تنظيم الأعلم برشة حاجات أخرين مش يصيرو وكان خليونا نخدم بياسوخ مقترحات القوانين والثورة التشريعية اللي حكي عليها رئيس الجمهورية مش نكون مش تسترجع الدولة هيبتها مش تسترجع الدولة الإصلاحات اللازمة بش نجمو نقاومو هالمخططات والإرهاب والفساد اللي قايا قايا في البلاد قلتو أنو من بين خمسة عشرين ألف جمعية اليوم اتخذ القرار في ثلاثين جمعية فقط عنا اليوم أو عندكم من المؤيدات ما يدين عدد من الجمعيات بعينها بالإثباتات باعتباركم سلطة رقبية سمحني هني مش نعطيك مثال فما بعض الجمعيات هاي نذكر اسم جمعية فما جمعية اسمها أطفال قمر بمدني جمعية أطفال قمر بمدني اللي يسمع العنوان هذي يقول يقول إنه الجمعية تعنى بمرضى أطفال قمر هكا والله لكن كتجي تشوف انتي نشاطها الفعلي في مدني تلقاها هي النشاط متاحة توطين الأفارقة وتتقوم بنشاطات من أجل ذلك ما بين الاسم والفعل فما برشة تناقضات هذو ما مثلا كيفاش يلزم تم مراقبتهم نحن نتوقع دين نعمل في مقترح القانون من أجل إنه نعملوا اختصاص لكل جمعية الاختصاصات ما أنت بش ترجع بالاختصاصات عندك الجمعية التربوية جمعية ثقافية جمعية كذا موجود الآن القانون الحالي لا المرسوم 88 ما يعطيكش الاختصاصات مرسوم 88 تعمل جمعية اللي تحب عليها وتعمل شوالا حتى عشرين الف نشاط هو كلمة كلمة بعد إذنكم كلمة أنه في الجمعية تضيف كلمة تنموية تشتغل في كل المجالات دونك احنا لحقيقة ترجعوا إلى الاختصاصات ترجعوا أنه كل اختصاص يبدأ تحتر مراقبة الدولة وهذه اللي بش يكون معناها طريقة بش تسهيل المراقبة معنا أنت كي عندك جمعية تعنى بأطفال القمر راهي ماش بش يكون تحت مراقبة للوزارة الصحة جودي هكا معنا فمت؟ دونك معناها هذي اللي مش يتخلاق في القانون الجديد معتها فما إليت أخرين زيدا نحكي عليهم اليوم حتى وزارة الشرون اجتماعية قدمت مقترح أنه الجمعيات التي تعنى بالمعاقين وأصحاب الإعاقة احتياجات الخاصة يكون معناها عند اختصاص معناها وحده معناها ما عادش نحكيه على جمعية تربوية نزيدو نحكيه جمعية طعنى بال ذوي الإعاقة ولا حاجة كيف نحن في الاختصاصات باش نجم الوزارة التراقب يعني توا قاعدين نحكيه على مراقبة وكيفيش كذا فما بعض المقترحات اللي تقدمت من وزارة المالية يقول لك احنا نعملو وانه انه الجمعيات الكل تفتح الحساب المتاحة الحساب في البريد التونسي متى تفتحش في البنوك هكاكا انه البريد التونسي مؤسسة الدولة تولي تنجم هي اللي تبعث البنوك للبنك المركزي في شبهت لجنتحالي المالية اي عليش على خاطر احنا لقنا بعض البنوك كما مش نسمي ما قلقنيش انا سميته قبل البنك القطر اللي هو مؤسسة خاصة بنكية مثلا جمعية قطر الخيرية فتح حساب بنكي غادي البنك هذي ما يضرلوش بشي بشي يعلم على اذا كان فما تدفقات مالية مشبوهة لجمعية قطر الخيرية خطر منهم فيهم خاصة في خاصة تابع الدولة اخرى وإلى اخيره دونك مش تقعد معنية كي ماي البنك المركزي مايبداش عندو حلم دونك شنو شي جمي عمل كي نعمل احنا حساب اوبليجي معنية الجمعية تدخل الحساب في البريد تولي تحت مراقبة الدولة هذا بغميل مقترحات الحقيقة وعلى ذكر البريد بربي هو كان بش يتحول الى مؤسسة بنكية حتى كان بش نبعدو شوية على الجمعية ونصلت فيه في البرناموين جيدكم حاجة عليه ولا هو رهو بالنسبة للمسألة هذية ما زالت لكن تم التطرق لها في مقترح مش مقترح مشروع قانون متاع الاقصاء المالي هذية اللي جابوهونا جديد والي عام قريب مش يتم تكون جلسة عامة تم التطرق للمسألة هذية انه تحويل البريد الى بنك والحقيقة معناها انه هالدعم هذية اللي ماشي للدولة معناها في بعض ما ناك ما قولوا لعدم اقصاء بعض المؤسسات المالية وغير وكل شين قلنا احنا البريد اولى به يعني فما شوية نقاش داخل الالجان في الموضوع هذية انا بش نرجع بيك شوية باعتبارك نائب من سفاقس بش نعود نرجع بيك مرة اخرى لموضوع الهجرة غير النظامية في تفاعل مع الاجماع حول ترحيلهم اللي صير اليوم انه موش ترحيلهم ترحيلهم الى مناطق اخرى في البلاد يعني اعادة نشرهم في عدد من المناطق فولينا نحكيه والعديد من التشاكية اللي توصلنا من جهاتنا في الشمال الغربي وانه يقع يعني توزيع او نقلهم اعداد من المهاجرين غير النظاميين من سفاقس الى الى شمال الغربي وهذا ما هوش حل انه ما يعمق المسألة هنا يظل كنت واضحة هنا بالنسبة لي لأرفض تواجدهم على الارض التونسية بطريقة غير شرعية في اي شبر من الارض متاعنا مينش مستعدين نسلموا في السيادة متاعنا وفي ارضنا يعني اذا كان فما ناس دخلت متسلين بطريقة غير شرعية ترجع البلدان ما هوش معقول انه من بلاسة البلاسة نقعدوا نحاولوهم ونعملوا في مجهودات امنية اكثر من اللازم ونتعبوا في الامن ونزيدوا معناها الناس الكل تتشكي في بيجا فالليح عمدو قدمة ارض غارس فيها طرف فول به القطعة الارض معناها الفول جيتوا السابة متاعوا مخر شوية ملماش جيوا الافيقة كي تم نقلهم من صفيقص الى غاديكا جيوا ومشيوا في وسط القطعة الارض وكل لا يعملوا عشيهم الفول اللي متاع الحصيل المتاع الفلاح يبكي يبكي لانه سرقولوا رزقه هو يعيش به يعني انتي حاجات من نوع هذية كيفاش تحب انه المواطنين يتقبلوا انتي هيك ارضم وسيدتهم وعرضهم واسفور وامنهم وليتحب انتي كيفاش يقبلوا انهم يراوا قدامهم حاجاتك فينهك ويسكتوا ذيك عليش هذية اللي صاير ونستني وتوفي تفعيل القرارات متاع اليوم قبل غدوة ما نحبوش يصير مجلس امن قومي وما يصير بعد تفعيل القرارات على خطر احنا رئيس الجمهورية شوفنا كيفاش تاعب وحده كيفاش يخدم وحده كيفاش يشير للفساد وحده معلها كان الحكومة تتجند لتطبيق القرارات هو في تدخل هاتفي زميلكم وصديقنا ياسر القراري رئيس لجنة تشريع العام قال يعني نفس الموضوع العديد من المشاريع القوانين المعطلة قالوا أنه حتى العطلة البرلمانية مستعدين انضحيوا بها في سبيل وأنه نعدي هال مشاريع القوانين المعطلة ترى وأنه من الممكن وأنه استثنائيا مجلس نواب الشعب يشتغل ويسابق الوقت من أجل تمرير مشاريع تنقيحات هذه في الإبان لأنه كنت تحكي مدام فاطمة مكري على العطلة البرلمانية جايين العطلة أنا باش نكون وافحة معك أنا وصلت حتى في اللجنة من لجنة حقوق الحريين قلت لهم أنا مستعدة نبيت ونصبح نقعدوش جمعتين نبيت ونصبح على مقترح قانون الجمعية نكملوه هات بركة يصير تفاعل من رئيس الحكومة تفاعل من الحكومة ما نجمش نقدم مشروع يبدأ ما فهمش استماع لرئيس الحكومة ولا ما فهمش استماع لوزارة العدل ولا يلزم نكون المشروع هذية متكامل لكن برهيم بودربالة رئيس البرلمان قال في تصريحات والأسبوع الفارت ثم مجموعة قصيرة وصغيرة من مشاريع توسيع قائمة المشاريع القوانية اللي يمكن نظر فيها سواء قبل انتهاء السنة البرلمانية في واخر الجويلية المقبل وإلا تمديدها باعتبارنا سنة رئاسية وعندنا موعد مع الانتخابات في سبتمبر أو في كتوبر القادمين مثلا مش إشارة لمواصلة العمل لما بعد 25 جويلية هو هذية الكل يتطرح في مكتب المجلس مكتب المجلس هو اللي يأخذ القرارات مشكل رئيس المجلس دونك نتصور هيك عليش معتاش حاجة رسمية إلا ما يكون في مجتمعات وإقرار على كل حال أنا اللي نحب نقوله أنه أحنا ماذا بنا أنه الرئيس الجمهورية ينتبه أنه هالمجلس هذية مجلس نويب الشعب راه حاشتوا بالثورة التشريعية اللي حاشتوا بها رئيس الجمهورية رانا أحنا ندعم في الثورة التشريعية اللي هي الثورة اللي بش تعطي المسار 25 جمهورية تعطيه إليات تعطيه الرؤية متاعه تعطيه الرؤية الإصلاحية فهمتها دونك احنا نحب نوعا ما أنه رئيس الجمهورية يسعى إلى أنه ينبه الحكومة إلى ضرورة التفاعل الإيجابي مع البرلمان لأنه مبعضنا نجمه قدمه استعجال نظر المقدم من جهة المبادرة ممكن كحل من الحلول استعجال لطف عليك أي بطبيعة أنه دول مقترح قانون جمعيات يزم يكون عنده استعجال والتفاعل إيجابي من الحكومة بش نجمه نعرضيه في أقرب وقت لخطر رئيس الجمهورية شوف منها أولوية احنا نسمعنا أنه قالوا أنه الحكومة ممكن عندها مشروع قانون أنا نقول بربي مدام ممكن يجيوا ديريكت نخدموا مبعضنا مقترح القانون مبعضنا في مجلس النواب وهي نكون الملف يكون معناها مبعضنا في داك هم المبادرات عنده استعجال نظر ولكن الجهة الحكومية فقط عنده استعجال نظر ورس الجمهورية كان الحكومة راو أولوية نظر بالدستور أما معناها إذا كان فما مقترح قانون في وسط مجلس النواب جاء قبل الحكومة نظر ما فماش عليش بشي يقو قانون العفو في جرائم الشيك بدون رسيد وصل قبل ما يجي الفصل 411 هني قتلك كما فماش رسميا فما حتى قانون احنا عنا مجال حتى قانون ثاني حاجة بربي التوسيل معنا أنا مثلا كي نحب نعمل جلسة حوار مع الحكومة حول مسألة الأفرق جنوب السحراء وهالجراء الغير شرعية وكل شيء طبعنا قديش احنا طلبناها الجلسة هذي ومحبوش يتفعلوا معنا مش عشرية ماكثر احنا من أول اعملنا اعملنا مطلب وصحح احنا علي اكثر من 90 نيب ومجيونيش في وقت مدام بودن وتوى زدنا طلبنا معناها جلسة معناها مع الحكومة ونستنى في التفاعل المتاح هنا اللي يسمع فينا بش يطرح سؤال سؤال يطرحوه تمام سأقول أنا متأكد اللي يسمع فينا يقول شنو دور مجلس نوية اذا هو يعمل مراسلات وما يقعش الاجابة عليها في اكثر من موضوع حسس كما سبق وذكرت ما فيش تفاعل من الحكومة يعني دور المجلس النية باليوم شو هما توا فما زوز مؤسسة منتخبة فما مؤسسة رئيسة الجمهورية وفما مؤسسة المجلس سواء كان مجلس النوية بالشعب او مجلس الوطني الجيات الاقليم مجلس الوطني جيات الاقليم عنده دور اخر المجلس 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 هما عندهم امتحان انتخابي سواء رئيس الجمهورية عبر تجديد الثيقة اولية في الانتخابات او مجلس النواب حتى عبر صحبة الوكالة لبعض النواب الشاب هكا ولا انتي كي المواطن يعطيك صوته وانتي غير قادر غير قادر على معناها تبلغ صوته كان الحكومة تحت قرر مجلس النواب معناها ما تسمعش ش يصير وقتها يولي النيب يقول لك انا معناها تحت الضغط تحت الضغط لني ما فماش معناها انتي الحكومة ماش منتخبة وانحنا منتخبين ودحت المحاسبة معناها انا مش نعمل كل الضغوط وكل مجهودي سواء مداخلات نارية سواء كل شي لنا باش نوصل له صوت الشعب ولي بالنسبة لنا احنا في الدستور هدية لصوت يعلو فوق صوت الشعب ما نتصورش انو وزير يحقر نايب اللي هو اي لي في الاسوات تم انتخابه هو الحقيقة تستحق شكرا على صراحتك لانه قل ما يكون نايب شعبي جيل هنا في منبر اعلامي وطني ويقول وانه الحكومة هي اللي تعطل في المشاريع على القوانين وتحتقر دور النايب شكرا جزيلا عضو مجلس فاطمة نفسدي على هذا الحضور وعلى صراحة مش تتجدد لقاءاتنا في اكثر من المناسبة ان شاء الله بعد قليل نفيس حسني في تأمين نشرة الاخبار كنوصلو لخاتمة هذا العدد من برنامج المشهد الان ربي بقي ستر على تونس الى اللقاء